بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا خلاص الأيام العاشر دخلت وخلاص أيام النور والبركة والسرور والفتح ربنا سبحانه وتعالى مد بسطها وخلاص ربنا سبحانه وتعالى أزن أن احنا نحضر الأيام العاشر اللي جعل الله سبحانه وتعالى العمل فيهن خير من أي عمل ممكن يعمل الإنسان في كل السنة ولذلك الله سبحانه وتعالى يبسط العطايا ويفتح الخزائن في هذه الأيام العاشر نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعلنا من منفازه بهذه الأيام العاشر اللي العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من أي عمل صالح في غيرها من الأيام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في الأمام القادمة إن شاء الله ونكون من حجيك بيت الله الحرام تعالوا بقى نتكلم النهاردة النهاردة يوم الاتنين اللي بنتكلم فيه دايما عن حاجة مهمة جدا جدا في حياة بنتكلم عن مستقبلنا بنتكلم على إزاي نبني مستقبلنا بس كمان المستقبل ما بينفعش من غير الجزر النهاردة نتكلم عن الجزر إيه الجزر ده؟ النهاردة نتكلم عشان فيه حياة ظهرت كتير الأيام دي في الأيام دي بنحتفي وبنمتن لكل أب في حياتنا فكل وقت وكل الأباء إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل الأباء في كل وقت وفي كل حين بخير وعافية ودايما يكون مصدر دعمه ومسندة وحماية ووعي وقوة وأمان لأولادهم خلينا نقول إن الأب يا سادة من أكبر النعم إن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا في حياتنا بيه لأنه جزر الحياة جزر الحياة لحياة كل واحد فينا وعشان كده النهاردة هنتكلم عن دور الأب في حياتنا وخاصة إن دور الأب في حياتنا بدأ يبقى عليه حالة من حالات عدم الامتنان وعدم الإحساس بيه بشكل كامل ولأن الأباء جزء منهم كتير ما بيتكلموش عن أنفسهم إحنا النهاردة جايين نتكلم عن دورهم ولأن بالأب الإنسان بيعرف نفسه وبيفهم حياته حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما سؤل عن من أولى الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك فالأب موجود صحيح أدوار الأم متعددة لكن دور الأب دور أساسي ولذلك وكأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جعل أعظم دورين في حياتنا هو دور الأم ودور الأب إحساس الأب أن محدش شايفه كتر الأيام دي وأن الناس قلصت دوره بشكل كبير جدا جدا وخاصة داخل الأسرة في توفير الموارد الاقتصادية للبيت وكأنه بقى عنده دور سانوي ما بقاش دور أساسي في الأسرة ولا دور أساسي في الحياة مش بس كده وكمان تركمت صور نمطية كتيرة جدا 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 للأب في السنين الأخيرة وتورسناها وبقت يمكن هي دي السور الأساسية اللي بييجي لما حد بيتجاوز بيحاول يقاوم أن الزوجه يبقى في الصورة دي أو أن الأبناء يخافوا أن أباهم يكونوا الصور النمطية دي والصور النمطية دي بتفتت وبتفتت عظم الأباء وتخلق جهدهم وهمتهم تقل خاصة لو كان الأب ده حديث الأبوة لسه مخلف جديد أول سورة نمطية أنه هو حد مش قد المسئولية ومع أني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم جزء من فامنا لمسألة الزواج أنه يكون قادر على مسؤولية الأبوة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم البقتة فليتزوج وبعد كده قال لكلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيتي الرجل راعن وهو مسؤول عن رعيتي يبقى أول حاجة أول سورة نمطية بتخلي الناس تبقى في حالة سيئة لا بقى في حالة سيئة أنهما يتقال عنهم أنهما مش قد المسئولية تاني سورة كمان نمطية أنهما مش مهتمغت بنفسه وهو شخص أناني وفيه دعاية كبيرة جداً جداً أنا معرفش مين اللي بيدعم الكامبين دوت أن الرجال أصلهم النرجسيين أن أكتر رجال النرجسيين دي مشهور أول كده عند كتير من الناس بس داتة كتير على الناس كتير على الرجال أن هما يعيشوا في السورة النمطية دي السورة النمطية الثالثة والأسوأ أنه دايماً بيتم من الاهتمام خارجي عنده أكتر من الاهتمام الداخلي يعني ايتم برا أكتر من اهتم بالأسر ليه طيب عشان هو بيحب المنزرة أني السورة النمطية الرابعة أنه هو بيحب السيطرة مش بيحب الحنان مش أنه وحنين لا ده هو كل يهمه أنه هو يسيطره بس السورة كمان الخامسة أنه هو مش بيتحاور وأنه بيستخدم العنف الكلامي في أغلب وقته السورة النمطية دي كلها سورة تخلي سورة الأب من أسوأ ما يكون وأضف إلى ده بقى سورة نمطية خفية كده اللي هي سورة سورة استلحنا أنا تسميتها سورة الأب العادي اللي هو إيه الأب العادي الأب اللي هو دايماً بيحاول يمرر الأمور ويحافظ على استقرار البيت أنا ما سميهوش الأب العادي أنا بسميه الأب الهادي اللي هو دايماً بيسعى الاستقرار ما يحبش الانفعال ويعمل ايه ويوزن المسائل ويهدي الناس لما تنفعل ويهي اللي يحصل ويكون دايما سبب من اسباب عودة الهدوء للبيت ويسكت الناس وما يخلهمش ينفعلوا على بعض السورة المكونة عن الزوج او عن الاب انه هو مش مسؤول ايه اللي بيحصل بيبقى دي حاجة سيئة جدا وخاصة في الاب الهادي ده انه هو شخص مش مسؤول ولكن هو بيعمل كده عشان يهدي اولاده ويهدي الامور بس مع ان الرجل الاب الهادي ده ده ربنا رزق وصبر وطولد بال ورحمة وهو شخص من اكتر الناس اللي فاهمين دور الاب وعشان كده بلاش نهدر حق الاب الهادي ده حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان صموطا وكان من اهم السمات اللي حطها للاب وهي سمة مركزية للاب وهي التغاضي الاب في البيت مش اللي بيقف على الوحدة لكنه اللي بيعدي كل مرة كأنها اول وحدة بلاش الاب اللي معين نفسه قاضي على البيت كله ومعين نفسه واقف بالمرصاد وملاحظ لكن الاب الحقيقة هو اللي بياخد بيدين اولاده طول الوقت لا يمل ولا يكل لان التربية الحقيقة بتكون بالاتاحة مش بالتقييد فالاب لازم يرعى ويحضن اولاده عشان يجربه تحت انيه وعشان كده سيدنا عبد الله ابن عمر وسيدنا عمر رضي الله عنهما كانوا اصدقاء وكان كتير سيدنا عمر يستشيره ومعروف جدا 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 لما مسألة خلالة الخلافة حصلت كانوا حضلت سيدنا عبد الله ابن عمر لانه صديقه هو عارف بيفكر فيه لانهم قريبين من بعض جدا فلو وضعت ابنك مواضع الرجال ابنك هينضج ويعرف ياخد القرار انا مش قصد مواضع الرجال اللي انت تهدر طفولته لكن مواضع الرجال اللي انت تسق فيه وتبتدي تخليه جرب قدامك وتحت عينك وما تخافش عليه فالتفاعل اللي بيحصل ما بين الاب واولاده في الصغر بيأثر في تكوينهم بشكل كبير ودراسات كتيرة بتتكلم عن كل ما كان فيه تفاعل وجداني ما بين الاب والطفل وحتى هو عرضية كل ما ده ساهم بشكل كبير في سلامة السلامة النفسية والسلامة العقلية للطفل دوت في وقته قصير وتبعده وتقلل فرص ظهور مشاكل في سلوكياته وكل ما زاد دعم الاباء ايه اللي حاصل؟ بيقوم ده لعند الاولاد مقام الدعم النفسي ويخلوهم اقوية نفسيا حتى منذ الصغر وكل ما زاد رضاهم عن الحياة كل ما زاد بسبب دعمهم النفسي من اباءهم اقول لكم حاجة احنا عندنا قاعدة في الحوارات اللي احنا بتتكلم فيها مع الشباب وخاصة ان الشباب اللي عندهم سيولة دينية ما بحبش انا اتكلم على ان زايرة للحد صغيرة لكن هي اسمها السيولة الدينية عندنا بيقولوا باكت باكت حاجة غريبة جدا ان كل مشكلة في علاقة الابن بالرب كان فيه قبلها مشكلة ما بين علاقة الابن بالاب حاجة غريبة جدا وكأنه لما العلاقة بينه وبين رمز السلطة الحانية عنده الاساس المباشر له بتبقى فيها مشكلة بيكون عنده علاقة عنده مشكلة مع الاله الذي يتولى امره وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا العرب فسألوا اتقبلونا الصبيان بيسألوا كده بيسألوا اتقبلونا الصبيان بتبوسى أولادكم فما نقبلهم فقال له حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وما املك الناس على الله الرحمة من قلبك انتوا بتعملوا كده لما لقى بيقبل سيدنا الحسن وحسين بتبوسوا انتوا بتبوسوا الأولاد احنا ما بنعملش كده قال له ماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك اذا نكمل كلامنا عن هذا الكلام ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضرتكم ومازلنا مع الكلام عن دور الأب وكنا قبل الفاصل لتكلمنا عن حاجة مهمة جدا تكلمنا على ان كل الدراسات بتقول اللي كل ما كان الأب كان قريب عاطفيا مع أولاده كل ما كان الأولاد أبعد ما يكون عن المشكلات النفسية وكل ما كانه أكثر قوة في التعامل مع المشكلات وأبعد ما يكون في التعامل مع المشكلات النفسية وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه جلسات لعب مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل الصحابة كده ويدخل سيدنا أبو بكر على حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله عليه وسلم يأمل ايه يركب سيدنا الحسن والحسين على ظهره ويدخل عليه الصحابة فيجدوه يسير على أربع فسيدنا أبو بكر الصديق يقول وهو شايف حضرة النبي كده فنعمل جمل لجمالكما وكانه بيقول مفيش حاجة زي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم طيب حضرة النبي كان بيعمل كده مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين ليه؟ عشان يحسسهم بقد إيه؟ هو حريص على سعادتهم المشاهد الصغيرة دي بتخلي الأولاد يحسوا أن سعادتهم جزء أساسي منها وجود الأب لكن احنا حصل عندنا انكسار لدور الأب في حياة أولادنا في الفترة الأخيرة لكن في الحقيقة شخصياتنا وشخصيات أولادنا جوهر أساسي فيها هو ما يقوم به الأب من دور حتى أن دور الأب ليه علاقة وثيقة بعلاقة الإنسان بربه زي ما احنا قلنا فكثير من أحوال التمرد مع الأب بتتحول لتمرد مع الرب زي ما قلنا يا سادة عشان ما نكترش عليكم الأب دي خمس أدوار واضحة أساسية في حياة أولاده أول حاجة أنهما يعلموا إزاي يستثمروا هويتهم وذوتهم وده دور أبوي بالجدارة يعلموا إزاي يكتشفوا نفسهم وإزاي يقدروا يستثمروا هذا الاكتشاف ويعلموا إزاي يقدروا يستثمروا في أفضل الأماكن حتى الكلام ده مش مع السبيان بس كمان مع البنات لأنهم بيبقوا دايما محتاجين سند وظاهر عشان ينطلقوا في الحياة وليس معنا أن ينطلقوا أن هما يخرجوا عن إطار لكن ينطلقوا يعني يمرسوا أدوارهم ويعيشوا حياتهم وهم حسين أن هما في أمان كمان مهم جدا زي الدور الأولين ده بيكمل عليه الدور الثاني اللي هو الأب ده أنه يوفر مساحة أمنة لأبنائه مش مادية ولكن إنسانية كمان آه ممكن كمان يكون جزء من المساحة الأمنة دي جزء مدي لكن جزء الأكبر فيها هو الجزء الإنساني وده مش بيحصل غير لما الأب يكون ممتن لبنوة أولاده حتى ولو ما كانوش متوافقين معاه مثلا ممكن الأب يختلف مع أولاده بس وجودهم في حياته هو اللي يداله معنا لأبوه وعشان كده لازم يكون ممتن لهم هنعرف أباء كتيرة أزوا أولادهم لأنهم اعتبروهم كانوا غلطة فالأولاد اتأزوا كتير جدا 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 الدور اللي بعد كده أن الأب يدعم ثقة الأولاد بنفسهم فالبنت مثلا سمعها من أبوها أن هي أمار سمعها من أبوها الكلام الحسن ولازم نقول أن الكلام ده وسمعها كمان من أمها أن هي بنتي مش زي بقيت البنات بنتي ما شاء الله ربنا وهبها من الخير والبركة والنور كل معاني الاحتواء ده بيخليها محمية من الاحتواء البديل خارج الأسرة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا كيف كان يتعامل مع السيدة فاطمة كان يقبلها بين عينيها ويجلسها مكانه ويبسط لها رداءه الله أكبر على ده دعمه على ده مسنده وعلى ده وثقة بنفسها لدرجة أن هي بعد كده تبقى مشيتها زي مشيت النبي وبعد كده تبقى اسمها يبقى لقبها أن هي بنت أم أبيها يا سلام الحاجة الدور الرابع اللي بيقوم به الأباء أنه يعلمهم مهارات الحياة مين أقرب واحد ممكن يعلم الأولاد مهارات الحياة يعلمهم مهارات الحياة والتعاون مع الأحداث الصعبة ولذلك إيه اللي يحصل شوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال على سيدنا الحسن إيه إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين إذن علموا إزاي يتعامل وخلاه جاهز إنه يتعامل مع المسائل الصعبة ولذلك كان سيدنا الحسن هو الذي أخمد الفتنة والأم كمان بتطمئن كمان وبتطمئن أولادها لكن الأب بيعلم أولاده مفهوم إزاي وجهه الحياة وده دور أبوي بالدرجة الأولى فيعلم أولاده المهارات والمعلومات اللي أمه محتاجي لها عشان سوء العمل فلازم هو يعلمها الأم ده وكمان لازم يعلمه المهارات دي وهي مغموسة في القيم الدور الأخير اللي بيقوم بالأب هو الدعم والموسندة فالدعم والموسندة الأبوية بيخليهم ليهم ظهر فيقدر كل واحد فيهم يمارس حياته بقوة ويعيش حياته وهو حاسس إنه هو في أمان الفلوس بوسيلة ممكن نجبل من آدم لكن دور الأب هو الأهم دور الإنسان دور الأمان دور الاحتواء دور الدعم دور الظهر دور السند كل دي أدوار مهمة لازم يجوم بيالأب وإحنا عشان ندعم هذه الأدوار عندنا شوية إجراءات لازم نشير إليها أو الإجراء لازم نعمله مع ترسخنا بقى في نفوس الأولاد إن الأباء دولا ربنا سبحانه تعالى جعلهم منا ونرسح كمان في الأباء إن أنتوا هتكونوا أكثر رجولة وأكثر قربا إلى نوع من أنواع القيم العليا لما تقوموا بأدواركم تجاه أولادكم أول حاجة لو كنت زوجة حاول تتكلمي مع زوجك في تربية أولادك وكوني عاون الله على ذلك وخليكي دايما بتحطي زوجك في المكان المناسب لي عشان يقدر يمارس دوره وإياكي تنحيي وإياكي تقوموا بدوره في الأسرة لأن دا في الحقيقة ينعكسا سلبيا على الأسرة كمان الأب خليك دايما عندك وقت بتخصصه الأولادك تقعد فيه مع أولادك وتتفقدهم وتسمع لهم وتتبادل معهم من معرفة وده ما فيهوش مانع خالص إن أنت تتعلم منهم وخاصة في زمن التكنولوجيا ما فيهوش مانع لأن أنت تتعلم منهم زي ما هم بتعلموا منك ثالث حاجة الأبناء لازم يقوموا بامتنان لأباءهم ويكونوا حرسين لامتنان لأباءهم على أدوارهم الإنسانية مع أدوارهم كمان المالية اللي بيقوموا في حاتهم كل ما يحصل دا كل ما يحصل لامتنان الأباء عايحسوا بدورهم الحقيقة في حياة أولادهم لو سمحتوا امتنوا لأباءكم عشان يقدروا يستمروا ويكملوا يا سادة حنا النهاردة تكلمنا عن حاجة مهمة ويدور الأب وهنا استمر نتكلم في هذه الملفات عشان الملفات دي ملفات بتوجع بس الكلام عنها بيريح وكلام عنها كمان بوعي وإزاي هنقدر نعيش بحياتنا بيخيل حياتنا أوسع وأسعد يا رب يجعلنا من السعداء والهمنا ويسع في حياتنا عشان نقدر نعيش حياتنا في نورك وفي مددك يا رب العالمين صفحتنا اللي على الفيسبوك صفحة بالنمج ولا تعسره اللي بنلقى عليها أسئلتكم المباركة واني بتستمر جسر منور بينا وبينكم دائما ونفضل على طول متواصلين وما أطعناش أبدا أي قاطع ولكن نستمر دايما في مدد ربنا سبحانه وتعالى وأول سؤال عندنا من الأستاذة مونة من القاهرة تتفضل السلام عليكم عليكم السلام عليكم أستاذ مونة تفضلي زي حضرتك يا فندم فضل ونعم الحمد لله كل سنة ونتطي بيجعل الأيام سعيدة على حضرتك يا رب يا رب عليك يا رب اللي أنت تتعلمهن يربني بارك لك يا رب بجد يعني الله يرضى عنكم بارك فيك يا سنة وينفعك إن شاء الله في مزان حسناتك بإذننا يفتفت فيه يا رب أنا وأنتم يا رب حاجة أنا قلت عايز أقول حضرتك عليها أولا دي أولا أنا لها حاجة يالترات حاجة عايزة أسألهم بس أولا أفكار الصباح والمساء هل لها وقت معين ده اللي بأتكلم فيه حاضر أقول لها حاضرتك حاضر عشان بس للناس اللي ما تعرفش إيه أفكار الصباح والمساء أفكار الصباح والمساء أفكار الصباح والمساء دي عبادة أنا بتيت أعملها من دلوقتي حوالي 15 سنة لأن الله سبحانه وتقول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فوجدنا أن احنا عملنا حاجة يسمع أذكار الصباح والمساء وهي كانت اللي بتبتدي بأن الرسول اللي لسا يقول أصبحنا أو أمسينا فكامع العلماء ما يسمى بكل الأذكار اللي بتذكر في الصباح والمساء بس أنا لاحظت أن فيه عبادة تانية اسمها إيه الفكر فبقى عندنا كمان عبادة اسمها أفكار الصباح والمساء بنعملها في بعض الشروق على طول بتبقى دي أفكار أنسب وقت الأفكار الصباح والمساء أن بعد الشروق تكون بعد الشروق على طوله وبعد صلاة المغرب تكون أفكار المساء يعني نقول أفكار المساء بعد صلاة المغرب مش بعد صلاة العصر أنت بتقولي أذكار والأفكار أذكار الصباح والمساء أذكار بالذال أه لا بنقول الأذكار بعد صلاة الفجر مباشرة أو بعد الشروق الاثنين مناسبين وبنقول أذكار المساء ممكن تبدأ من العصر تكون أذكار المساء نعم ده هو السؤال السؤال البعض السؤال الثاني حضرتك دلوقتي أنا حلفت يعني أنا كنت مظلومة في شيء بس يعني يعني عايز أجيب حقيقي فكتبت كلمتين كده على على الفيس عشان أجيب يعني كنت مضايقة فأسماء بأسماء كده وبلمز وغمز ولا لا طيب فناس جابوني وحلفوني على المصحف انتي انتي اللي كتبت الحاجة دي وعملت الحاجة دي فطبعا حلفت طوال حلفان على المصحف حرام اولا وكده وكده انا وكده انا خدت زم طيب ده 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 سؤال والسؤال ده فيه سؤال تاني السؤال الاخير بقى انا عايزة اعمل حاجة يعني في الايام الجميلة دي اقفر عن يعني عن حاجة انا عملتها اي ما ايا كان بقى اكذبت اي حاجة ربنا يعني مش عارفة ربنا طبعا بيحاسب الانسان على اي حاجة ضلطة عملها والانسان ما هما كان مش عارف عمل حاجات كتيرة ايه غلط يعني احنا بنا اقول لحضرتكي فهل استغفار ولا صلح ولا طلع زكى ولا اعمل ايه اقول لحضرتك يا فهل سؤال الي فضلين من السئلة الثلاثة بتاعت حضرتك بعد سؤال اذكار الصباح والمساء اننا كنت فاكرة او اذكار الصباح والمساء السؤال الي سؤال الثاني هو سؤال أعمل إيه استغفر لله سبحانه وتعالى هذا يمين أنت أقسمت على شيء وهو لم يكن صحيحا أنت أقسمت أن أنت ما كتبتش ده و أنت اللي كتبت ده فتوب إلى الله واستغفر لله سبحانه وتعالى والعلماء على خلاف مسألة هل هناك كفار على اليمين الغموس المسألة الأساسية أننا نستغفر لله سبحانه وتعالى وإيه لو أخرجنا صدقة سيكون هذا أرجى لمسألة التوبة المسألة الثانية طب أعمل إيه بقى عشان أنا إيه حسنة إيه الطعات اللي أنا لو أننا أكثرت منها في الأيام العاش تكون سبب من أسباب قانون الإزاحة إن الحسنات يزيب من السيئات أهم حاجة أن الطعات دي تكون طعات متعدية يعني كل الطعات اللي بنعملها في حق الآخرين بتبقى طعات متعدية وهو ده اللي بيكون أفضل فاعملي صدقات تشبه علاج المرضى وإطعام الطعام وكل هذه العبادات طبعا مع بلا شك العبادات اللي زي الصيام وزي تلاوة القرآن وزي قيام الليل كلها لكن العبادات اللي متعدية بتكون أكثر في مسألة أن يجبر الله سبحانه وتعالى بها ما قد أسأنا به في حق الآخرين يا رب جبرنا يا رب واجعلنا دائما في رضاك واجعلنا دائما في حماك يا رب العالمين يا رب هذه الأيام العشر نحن مساكين فقراء نحتاج إلى الرضاك ما ليس مننا أحد إلا ويحتاج إلى عطاك هذه الأيام مواسم بركة ونور وفتح وخزائن تفتح من عندك يا مولانا لا تجعل واحد مننا إلا وقد وسعت له الرزق لا تجعل واحد مننا إلا وقد أعطيت أو أعطاء يطيب خاطرة لا تجعل واحدا مننا إلا وقد جبرت خاطرة اللهم أن أناسا كانوا يحبون أن يحجوا في هذا العام فلم يوفقوا فاجعلهم يا ربنا في رضاك واجعلهم في حماك واجبر خاطرهم يا ربنا بأن تقبلنا جميعا في من قبلتهم ورفعت درجاتهم يا رب العالمين يا رب لا تجعل واحدا مننا يخرج من هذه العشر إلا قد جبرت خاطره بأن كتبته في دواوين الأبرار ودواوين من ملأت قلوبهم من المحبة بالأنوار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين أكرمنا في هذه العشر بالرضى وبالبشر يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين